مرحبا سبايا اهلا وسهلا فيكم بقناتي الجي جي تشانل هذا الفيديو صراحة كثير كثير انطلب مني ساوي كثير عالم لهلأ اللصات عم يقلوا ليساوي معاني انا ساويته ويمكن بعد ما بلشت على سناب شات بشي اسبوع فان شاء الله تحبوا الفيديو رح ساويه هو متل ماسك بتساولوا لأضافي لكم لحتى يضلوا قواية ما يتكسروا يطولوا بسرعة ويكونوا يبينوا صحيين يعني فيه بشغلات مثلا الكيوتيكولز اللي بيطلعوا حوالين الأضافير هذون ما بيطلعوا لي انا فيه النقطة البيضة اللي بتطلع على الأضافير كمان ما بتطلع فيه الانفكشنز هلا فيه كثير حنا بيطلع عنده انفكشنز بالنيلز تبعه من اي شي مثلا من الجو احيانا من ادوية بتكون عم تاخدها بتأثر على الأضافير تبعه بس هذا بيحمي لكم يا من كل هذول الشغلات هذا الماسك بيحميه انا بساويه تقريبا كل اسبوعين مرة وفيه كل شي شغلات طبية طبيعية فإذا حابين تشوفوا هذا الفيديو وكيف رح اعمل الماسك وكيف تعتنوا بأضافيركم خليكم معي هلا أول شي طبعا رح استخدم الكوكونت اويل مو ضروري تجيبوا نفس البراند اللي عندي فيه كتير كتير انواع حتى موجودين بالدراج ستورز موجودين بالسوبر ماركت إذا ما لقتوا ممكن تجيبوا من الأمازون ممكن تعملوا لأوردر أونلاين الكوكونت اويل كتير كتير شي منيح للأضافير للإيدين لكل شي يعني هساوي لكم فيديو كامل بس عن الكوكونت اويل معني أنا فكرة أنا مو حب ريحته أبدا هحط منه معلقتين معلقتين ونص تقريبا عم استخدم معلقة أصغيرة لأنه ما بدي كمية كتير كتير كبيرة هلا أكيد رح استخدم الالف اويل اللي أنا جايبته هو اكسترا برجن اهم الالف اويل شي كتير كتير كمان مفيد للأضافير كلاتنا بنستخدمه كل العالم تعرف انه هو كمان كتير كتير مفيد للإيدين للبشرة حتى في عالم كتير بتحطه على بشة طبعا أكيد ما حقلكون نفس البراند أو مو نفس البراند مليان كلياتنا عنا يا أكيد موجود هلا رح حط فيتامين اي اويل الفايتامين اي اويل كلاتنا بنعرف انه هو كتير منيح لأضافير بتذكر كاملة تعطونا يا حبوبو نحنا صغار رح حطى ثلاث أطرات ما رح كتر من هدول الزيوت لأنه كترتها بتأزي بعد رح استخدم التي تري اويل تيتري اويل مشان الامفكشنز او الالتهابات اللي بتصير بالإضافير او بالسكن بعد رح استخدم الارغن اويل سيروم هذا بس للسكن نيلز اند هير يعني هو بس مشان هدول الشغلات كما رح استخدم ثلاث أطرات من كل واحد من هدول الزيوت أهم شي ما تكتروا منه لأنه كترتهم بتأزي هلا أكيد مش هنصير الماسك تبعي مكل سكراب لحتى يعمل تأشير للبشرة لازم نحط سكر ححط معلقتين ونص سكر أبيض فيكي طبعا تستخدمي السكر لأسمرك بيكون أنعم شوي على البشرة هلا رح استخدم الليمون ححط كمعصرة ليمونة صفرة كل اللياتنا بنعرف انه الليمون كتير كتير منيح للإيدين بيبيض الإيدين وفيه وفيتامين اي كمان طبيعي فيتامين اي طبيعي بيهوت لقلب البشرة طبعا انا لقيت الماسك تبعي كتير كتير سائل فححط معلقت سكر تانية بشان يصير اسمك شوي وقدر اعمل منه تأشير للبشرة هلا بتحركوا كتير كتير منيح كل الخلايط سوا بشان يفوت بيصير كلياتهم متل قطعة وحدة هلا اول خطوة رح ساوية هي رح حاول افتح المسامات إيدي لح متل اعمل المساج بهاي الفرشاية للإيدين بدون ما حط اي مي او اي شي بعدين رح افتح المي السخنة مي السخنة مو كتير كتير سخنة شوي لانه المي السخنة كمان بتساعد على فتح المسام لحتى يفوت لماسك وتشربه وتقدر تشربه بشرتك كيد لح ساوي كل ايديي اللي بدي يساويهم بالماسك هلا حاخد من الماسك اللي ساويته غسل في ايدي متل كأني عم غسل بالصابون هلا انا ما بحب بساوي كف ايدي بحب بساوي كل ايدي اللي عند كوعي بحب بفرقهم كتير كتير منيح بين اضفيري بين اي اصبيعي بايديي كل يعدهم هلا رح استخدم هاي الفرشاية الصغيرة هاي الفرشاية بتدروا تشتروه من وين ما كان كمان بساوي فيها حوالين اضفيري بساوي فيها اصبيعي وبساوي فيها بين اصبيعي شا ما يقشر جلد اذا استخدمتوا بدون هاي الفرشاية او استخدمتوا السكراب بطريقة غلط او الفرشاية بطريقة غلط بتقشروا ايديكم بعد الماسك بيوم او بيومين فهاي الفرشاية كتير منيحة بدنا هستخدم الفرشاية الكبيرة لحتى اعملت نفس الطريقة اللي عملت على قصبيعي واضافيلي لكل ايدي لكف ايدي ولا ايدي من عند الكف لعند الكوع هلا بسها هي اليوم كتير منيح طبعا ببلة الفرشاية بما يصخني مشان كمان استفاد منها تفتح المسامات وينزل كل الزيوت لانا استخدمتها تنزل بقلب البشرة بعد ما خلصت طبعا اعمل سكراب لكل ايدي بغسل ايدي كتير كتير منيح بالمي الصخنة نفس اللي انا فاتحتها بعدين بستخدم باديواش انا جايبته هدا دوف على بوميغرانتس اللي هنين الرمان طبعا هاقفرك فيه ايدي كتير على فكرة هذا الباديواش كتير كتير منيح تحسوا متل كأنه كمان فيه مضطر يعني فهاغسل ايدي فيه متل كأنه صابون طبعا مشان يروح كل الزيوت اللي انا حطيتها لانه بعدا اكيد حتحسوا يديكن كلها مليانة زيت وهيك بيكون خلصنا الفيديو العناية بالاضافير وان شاء الله تكونوا حبيته وان شاء الله تكونوا حبيته طريقة الماسك وهو دول الشغلات متوفرة بكل المحلات متوقع اذا مثلا ما كان عندكم منه ممكن تشتروه من على الامازون ان شاء الله بحاول حط لكم كل اللينكات من الامازون تحت بالدسكريبشن رح ارجع اكتب الطريقة بالدسكريبشن باكس مشان اللي حابب تكتبه او شي اذا حبيت هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا سبسكرايب هلا حط لكم سوشال ميديا تابعوني على السنافشات عن انستجرام عندي فيسبوك تويتر بس الفيسبوك وتويتر مو كتير عليهم اكتف انا بس فيكن تابعوني على سنافشات عن انستجرام او حني اكتبه 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 اشتركوا في القناة